أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن مباحثاته مع نظير الصربي أليكزاندر فوتيتشي شهدت تبادل الرؤى والأفكار بشأن مختلف القضايا المطروحة دوليا وإقليميا وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وخلال مؤتمر صحفي أضف الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت أيضا الأوضاع في عدد من الدول العربية وكذلك العضوان على قطاع غزة مشددا على موقف مصر ثابت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع على السعيد الدولي تناولت المباحثات تبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا المطروحة دوليا وإقليميا وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية حيث أكدنا ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن كما تناولت تطورة الأوضاع في كل من السودان وليبيا إضافة إلى الأزمة الرهنة في قطاع غزة حيث أكدت الموقف المصري القائم على حتمية تحقيق وقف إطلاق النار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن ورفض مصر القاطع للتهجير بجميع سوري ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وضلت وقف السيداء في المدنيين وعمف المستوطنين ورفض مصر لتوزيف معبر رفح البري ليكون بمثابة أدالي إحكام الحصار على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة كما تطرقنا إلى تطورات الأوضاع في منطقة غرب البلقان حيث أكدنا أهمية الدور السربي في إرساء الاستقرار وتعزيز التعاون بهذه المنطقة في ظل دور سربيا البارز لتفعيل مبادرة البلقان المفتوح بما عزز من فرص التقارب بين دول منطقة غرب البلقان ويرسخ لقواعد الاستقرار الإقليمي ترجمة نانسي قنقر